هذه أبرز العناوين حكيم زياش على أعتاب موادرة قلط السراي والوجهة مفاجئة عاجل أرغرغ يفاجئ حكيم زياش ويقرر استدعاء نجم المنتخب المغرب الأولمبي في مركزها بصور إسبانيا تنهي سلسلة المغرب التاريخية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حكيم زياش على أعتاب موادرة قلط السراي والوجهة مفاجئة أفادت تقرار صحفية تركيا اليوم الثلاثة في أخبار نصر الدهشة المتابعين بأن النجم المغربي حكيم زياش بتقريبا من مغادرة الصفوف نادي قلط السراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأشارت التقارر إلى أن وجهة اللاعب المقبلة ستكون نحو أحد الدورية الخليجية دون الكشف عن اسم النادي الذي قد ينضم إليها وذكرت المصادر ذاتها أن العرض المقدم للنجم المغربي من أحد الأندية الخليجية يعد مغريا للغاية ولا يمكن تجاهله سواء من قبل اللاعب نفسه أو إدارة نادي قلط السراي وأكد وكل أعمال اللاعب وجود اهتمام كبير من أندية خليجية بالتعاقد مع مواكلها مما يزد من احتمالية انتقاله إلى أحد الدوريات العربية ومن جانبها رحبت إدارة نادي قلط السراي بفكرة رحيل حكم زياش نظرا للراتب المرتفع الذي يتقضاه اللاعب وأوضحت الصعوبة تركيا أن إدارة النادي تعتبر انتقال الزياش سيساعدها في تخفيف العب المالي وبهذا يبدو أن مسيرة النجم المغربي حكم زياش في الملاعب الأوروبية قلط شرفت على نهايتها حيث يتجه اللاعب نحو غوضة تجربة جديدة في دوريا خليجيا الذي يشهد في الأونة الأخيرة اهتماما كبيرا من النجوم العالميين عاجل الرقراقي يفاجئ حكم زياش ويقرر استدعاء نجم المنتخب المغربي الأولمبي في مركزها تلقى النجم المغربي الشاب إلياس أخماش لاعب نادي فياريال الإسباني إشارة واضحة من الناخب الوطني وليد رقراقي للانضمام إلى الصفوف المنتخب المغربي الأول وجاء هذا النداء خلال تواجده مع المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس حيث أبدأ مدرب المنتخب الأول وليد رقراقي إعجابه الكبير بمستوى اللاعب الشاب وطموحاتها ومن المتوقع أن يتم استدعاء أخماش لخوض مباراة تصفية كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمملكة حيث سيواجه المنتخب المغربي منتخبي الكابون والزوتو هذا التطور يأتي بعد تألق اللاعب أخماش اللافت للنظر خلال مشاركته في أولمبياد باريس مما جعله محط أنظار الجهاز الفني للمنتخب الأول وستشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين إلياس أخماش وحكم زياش على مكان نساسيا في تشكلة المنتخب المغربي فقد أثبت أخماش وهو خيرج أكاديمية لمصي الشهيرة ببرشلون أنه يتمتع بموهبة كبيرة وقدرة على التألق في المستوى العالي وسيبدأ المنتخب المغربي معسكره التدريب استعدادا لهذه المواجهات الهامة في الثاني من شهر شتنبر المقبلة بمركب محمد السادس لكرة القدم قبل التوجه إلى مدينة أغاذير لكمال التحضيرات بالصور إسبانيا تنهي سلسلة المغرب التاريخية فشل منتخب المغرب لكرة القدم للصالات في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم الذي دام تسعة عشر شهرا بواقع خمسين مبارا وذلك بعدما انقاد للهزيمة أمام منتخب إسبانيا بأربعة لإثنين في المباراة الوذية التي جارت يوم الإثنين بالرباط تحضير للمونديول المقرر في أسباكستان وظهر المنتخب الإسباني بشكل قوي وأنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل وانتفض لعب المدرب شامد كيك في الجولة الثانية وأحرز لهم سوفيان المسرار هدف تدليل الفريق لكن إسبانيا كررت سيناريو الشوط الأول وأحرز الثالث والرابعة ثم سجل المنتخب المغربي الهدف الثاني وستقام ودية أخرى بين المنتخبين في غضون يومين وبدى المنتخب المغربي متأثرا بغياب التنائي المصاب بلال بقالي ومحمد جواد وكلاهما كان من عناصر تتويج مؤخرا بلقب أمام أفريقية الثالث لأصود الأطلس القروج رقم القياسي صعب التحطيم ولو توفرت للإمكانية الحالية لتجاوزته بسهولة قال البطل المغربي هشام القروج إنه لم يكن متخوفا من تحطيم رقمه القياسي خلال أولمبياد باريس 2024 والتي اختتمت الأحد بعد 16 يوما من المنافسات وفي سباق 1500 متر من طرف الأمريكي كول هوكر الذي حقق توقيت 3 دقائق و27 ثانية وخمسة وستين جزءا من المئة وضفر بالميدالية الذهبية وكد ابن مدينة بركان في تصرع صعوفيا لوسالة إعلام فرنسية بنبرة وثقة أن العدائين المشاركين في سباق 1500 متر قدموا أداء جيدا لكنهم لم يتمكنوا من تحطيم الرقم القياسي المغربي والذي بلغت 3 دقائق و26 ثانية وأبرز البطل المغربي أن تحطيم الرقم القياسي كان مهمة صعبة بالنسبة للعدائين رغم الوسائل التكنولوجيا والتقنية المتوفرة في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه ما زال مواضبا على تدريبه الرياضية كما أضف صاحب الرقم القياسي في سباق 1500 متر مواجها خطابه للصعوفيا الفرنسية تخيل لو كنا نمتلك كل هذه الوسائل في وقتنا الأحدياء المتطورة وأيضا المدمار ربما كنت لأحقق رقما أقل بكثير من 3 دقائق و25 ثانية وكانت تحقيق 3 دقائق و24 ثانية سيكون سهلا للغاية وفي السياق مختلف أشهد القروج بتنظيم باريس لدورة الألعاب الأولمبيا 2024 لفتا إلى أن الحضور الفرنسي كان بارزا سواء في التنظيم أو فيما يتعلق بعدد الميدالية المحققة إذ حصل البلد المستضيف على 64 ميدالية منها 16 ذهبية و26 فضية و22 برونزية وتحتل بذلك المركز الخامس في ترتيب ميدالية الدورة للنهائية وكانت بداية القروج على الساحة الدولي عام 1995 عندما نجح في الفوز ببطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة في تخاصص 1500 متر قبل أن يحل في المركز الثاني لإستباق نفسه ويحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى للهواء الطلق للعام نفسه والتي أقيمت بكوتبيرغ السويدية وبعد المشاركة المخيلة في الألعاب الأولمبي أطلنطا 1996 حيث سقط قبل ظهرة من النهاية ليفوز الجزائري نورد المرسلي بالذهبية أركز القروج على النسخ التالي من بطولة العالم واستطاع الفوز بثلاث بطولة العالم المتتالية في سباق 1500 متر أعوام 1997-1999-2001 كما يعد القروج إلى جانب سفينا البقالي المتوج قبل أيام العداء الأكثر تتويجا في بطولة العالم لإلعاب القوى منذ انطلاق المشاركة العربية في هذه البطولة وهو أيضا حامل رقم القياس العالمي في 1500 متر و2000 متر ويعتبر أفضل عداء للمسافة المتوسطة في التاريخ اشتركوا في القناة